قصف جوي وصاروخي اليوم استهدف حيين في مدينة الرقة وقرية غربها أسفر عن استشهاد 14 مدنيا وجرح عشرات آخرين تقول تقارير إن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بصاروخ موجه سيارة تقل نازحين أثناء خروجهم من قرية جديران باتجاه سد الرشيد وهو ما أسفر عن ارتقاء سبعة مدنيين من عائلة واحدة مدنيون نزحوا من قرية عيوج شمال غرب مدينة الرقة كان مصيرهم الموت تحت نيران ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية عداد الموت في الرقة استمر ليسجل استشهاد سبعة مدنيين آخرين وجرح عشرات في حيين الدرعية والرومانية بفعل غارات جوية شنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة والذي تقوده واشنطن وبمساندة من ميليشيا قسد أثناء ذلك لا تزال الاشتباكات تدور على أشدها بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة غرب قرية هنيدة بريف الرقة الغربي فيما دمر التنظيم عربة لميليشيا قسد عقب استهدافها بصاروخ موجه تنظيم الدولة بدوره أرسل تعزيزات إلى قرية كسرا فرج جنوب المدينة وفق تقارير إذ نقلت تنظيم أليات عسكرية ثقيلة تضمنت ست دبابات وثلاثة صهاريج وذلك باستخدام الجسور المتحركة من مدينة الرقة تأتي هذه المستجدات المتسارعة على ساحة الصراع في الرقة بعد إعلان قسد سيطرتها على قريتي حمزة ناصر وحمرت بلاسم شرق المدينة في مواجهات مع تنظيم الدولة دامت ثلاثة أيام كما تقدمت إلى قرية اليمام غرب مدينة الرقة وتسعى قسد في معاركها لقطع طريق إمداد بري وحيد لتنظيم الدولة في إطار إطباق الحصار على التنظيم بدعم مباشر من طيران التحالف